انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع محافظة سوهاك حيث تم زيادة الساعة التخنزينية للأقماح بنتق المحافظة وذلك بعد زيادة النسبة توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة ووصلت نسبة الملء في صوامع سوهاك حتى الآن إلى نحو 85% من الساعة التخزينية جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي والحيوي الأول في العالم ففي محافظة سوهاك انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة حيث تم زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنتق سوهاك بعد زيادة نسبة توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة تم فتح شونة أولاد نصير التابعة لصومعة أولاد نصير بساعة تخزينية 2400 طن وإحنا ولله الحمد في أقل من شهر تم ملء حوالي 85% من الساعة التخزينية لصومع السوهاك نسبة ملء الصوامع في سوهاك وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 85% من الساعة التخزينية مع تجهيز شوان بديل لاستقبال كل كميات محصول القمح المورد نظرا للإقبال الكسيف من الموردين والمزارعين على صومعة أولاد نصير تم زيادة الساعة الاستعابية للصومعة بفتح شونة أولاد نصير للاستلام الأقماح بساعة تخزينية 2400 طن والحمد لله الإنتاج مبشر ويزيد عن مسئلاته في الأعوام السابقة والأمور تمام وطيبة الحمد لله محافظة السوهاك أعلنت توريد ما يزيد عن 60 ألف طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشوان والصوامع حتى الآن والتي تبلغ 16 موقع تخزيني على مستوى المحافظة